طحنتهم راح الحياة القاسية فتركتهم رياح الفساد رمادا في أرض وافرة الخيرات لكن جاع أهلها المتجدرون فيها هذا حال أغلب العراقيين في بلدهم المنكوب ومنهم هؤلاء القاطنون في بيوتهم بدائية في مناطق عشوائية مع ذلك طالبتهم الحكومة بالإخلاء دون إيجاد وجهة بديلة ذلك فصل جديد من معاناة فقراء العراق الجديد مئات العائلات الفقيرة في محافرة ديالة تتخذ من المناطق المحرمة مساكن لها بسبب العوز والفقر فاضطرت للعيش تحت أبراج النقل الكهربائي رغم خطورة المكان واتهالك هذه البيوت وقدمها نحن قاعدين جوا الضغط العالي يعني قاع محرمة يعني الضغط فوقنا ما كوت متر ثلاثة يعني لا يرهم البيوت لا يرهم شي اسمه وفي حيرة الفقر وانهماك هؤلاء البسطاء في التفكير في كيفية تأمين قوتهم اليومي تفاجئهم الحكومة ببلاغات تمهلهم عشرين يوما لإخلاء البيوت بحجة يعارة ترتيب المنطقة وتمليكها لأبناء المحافظة قرار حكومي لم يأتي من باب الحرص على حياتهم ونقلهم إلى ما هو أفضل إذ غاب عن حسابات أصحاب هذا القرار مصير هذه العائلات الفقيرة التي لولا العوز والفقر لما سكنت هذه المنازل البعسة وفي خضم هذه المآسي يصبح الفقر ترفا إذا ما وجد ما هو أسوأ منه كأن تتحول هذه العائلات من فقيرة إلى مشردة ولا غرابة أن تأتي هذه الصور من بلد سارة الفوضى وأنهكه الفساد الحكومي وأغرقته صراعاته السياسية وابتلي بساسة يتعاملون مع عراقة هذا البلد بمبدأ الغنيمة ليس إلا اشتركوا في القناة